السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصورة دي دي ماشيشين كانت كده وعملت ليها رندر باستخدام الزكاة الصناعي وبقد بالشكلة نحضر الفيديو دي ونعلم كيف نعمل رندر باستخدام الزكاة الصناعي وبالمتال طيب عشان نعمل رندرينج باستخدام الزكاة الصناعي الموضوع ساهل جدا جدا وبسيط بتفتح الصفح بداعك وتكتب لوك اكس دوت اي اي لوك اكس دوت اي اي دا الموقع بتفتح طبعا دا الموقع دي بيتيك مية فرصة بتاعت رندرينج هو مية رندرينج مجاني وبعد دا مخترت شنو تجفع ممكن انك عادي تعمل مية رندرينج وتاني تلت تدخل بحساب جديد وتواصل بالطريقة دي لكن انا شاك من الافضل او انت استخدمته تدفع للناس دي لانه بحقيقة الخدمة اللي بوفره هي خدمة ممتازة طيب أول حاجة بنشترك اللي هين عن طريق بقين وبلبش الي اه اه continue with google او ممكن تتنزل بتاعك على سؤالتان هعمل sign up باستخدام هستخدم الحساب بتاعي كده فتح معان الموقع وبنلافذ عندي هنا قائمة على الدي اليسار منها بختار start creation بعد بختار start creation بيقول لك في الأول حدد طبيعة الصورة تبدأ عليها صورة من غير تفاصيل صورة فيها تفاصيل أكثر صورة فيها تفاصيل كثير فبتحدد طبيعة الصورة مثلا تفاصيلها بسيطة وعطي بتحدد render type حاجة هنا هل انت ذلك precise precise النتيجة هل هتكون مشابهة للتصميم بتاعك او اي 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 تخليه يفكر او يكون creative يعدل لك فيه طبعا ما تخلي الاي اي اي يعدل لك تماما خليه precise عشان ما تطلع عليك النتيجة وتتلفى من التطميم بتاعها خليها precise نجي هنا بومت دي الافكار اللي انت دائرة تظهر لك في الرندرير وبتكتبها في صورة النصر وبنجي نشوف بعض شوية طائقة اسهل من الطريقة دي بكتير نجي هنا للباس اميج الصورة اللي انت دائرة تعمل لها رندرينج فبتضغط او لوت هنا وبتحمل الصورة نجي هنا للسطايل اميج هي صورة اللي هي صورة على اساسها هو يقوم بعمل لك الرندر يعني بدلا ما تكتب في البرومت هنا معلومات كثيرة بتدو مثلا صورة تمام بتقول لي اخي عمل لين رندر بضي الصورة دي فهذا الخطوة دي انت لو كلها دارت تفتح منها وما دارت تعملها في طريقة اسهل من كثب كثير اللي هي عن طريقة الكرياشن بلاذا وبتضغط هنا في كرياشن بلاذا الكرياشن بلاذا دي عبارة عن غالري ومعروضة فيه عمال اي 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 دي كلها عمال ذكاء صناعي دي ما حاجات حقيقية دي عمال ذكاء صناعي وبتشوف اقرب حاجة للحاجة اللي انت دائرة شوف اقرب حاجة للحاجة اللي انت عاوز فمثلا انا عندي صورة فعندي الصورة دي فانا عندي الصورة دي الصورة دي انزلت من الانترنت ودار عمل ليها رندرينج دار عمل ليها اظهار معماري اللي هو الرندرينج اللي بنتكلم عنه اللي هو مقصود به اننا نحول الصورة من الصورة دي زي ما شايفين الصورة غير واقعية الى صورة واقعية والرندرينج بيشتغل على الاكساءات او المتيري او المواد اللي بتاعتب اسطح سواء كانت اه زجاج او خشب او بياض او دهان او حديث او غير بالاضافة لكده بيتعمل ليها في الناشرر والbuild environment اللي موجودة في الموقع سواء كانت نباتات اشخاص تمام والbuild environment سواء كانت الشوارع والممرات والباركينج وغيره تمام انا بدي مجال الزجاج الصناعي انه يتعمل ليه او يحل ليه المشاكل المتعلقة بالرندرينج فقط تمام يعني ما يشتغل ليه في المودرينج نفسه او يعدل ليه في المبنى نفسه انا المبنى عملته ودائر الزكاة الصناعي يخري ليه المبنى بتاعي ديه طيب ديه الصورة ونلاحظ ان الصورة دي انا بعاني المبنى ديه بزاوية او بمنظور عين الطائر يعني بعاني المبنى ديه من فوق ليه تحت تمام انتبهي للحيي ديه فممشينا ليه وبشوف صورة قريبة للصورة بتاعتي ديه وبتديني نفس النتيجة اللي انا دايلة ومفتش مثلا الصورة ديه بزاوية الصورة دي مثلا تمام بلاحظ ان الصورة ديه صورة مستخدمة في الزكاة الصناعي الزكاة 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 الجميلة بصورة عامة المسيرة المستخدمة المنطقية كويسة جدا فوضغط هنا في generate the same بعد ما اضغط generate the same هنا تلقائي الاعدادات كلها بيضافت بتكون متحملت بلاحظ في البرومت هنا كاتب ليه modern public building city center squares البرومت نزل ليه جاهز بالاضافة لكذا بلاحظ عندي style reference image هنا ما عندي style reference image ما اخذت ليه style reference image هنا base image دي الصورة اللي هو استخدمها عشان يعبع الرندر انا هقوم هعمل لها replace فقط بس هضغط هنا replace كل اللي هانا هعمله اختار الصورة اللي انا حمدته دي الصورة اللي تنزلت معنا هنا بس ما عملت ايكا حاجة غير انو اخترت صورة من creation blaza وبتيجي هنا بتحديد العدد creations هذا هو المخترح واحد والمخترحين والثلاث والأربعة طيب انت اول ما تشترك مجاني بديك مية مية نقطة ممكن تستخدمه كلهم استخدمه كلهم بيعدل هذا التدفع وكل ما اخترت creation زيادة بيقوم بيختم لك credit واحدة فلو اخترت واحد بيختم لك من هنا واحد تحت 70 ولو اخترت اثنين بيختم لك اثنين وكذا يعني فهخليها واحدة عشان انا مقدر اكمل كليتس بتاعتي بيلاحظين start creation وانا عندي واحد كليت بيجيك بتظهر معاكنة في النافذة دي وبيوريك انه position 5 يعني قدام خمسة اشخاصة انك ما دعفة خاشة من الجانب تنتطر صف الناس الداخلين متاني قدامي خمسة اشخاص وانتظر الخمسة اشخاص دين يعملوا rendering عشان يجي الدور الحقي طيب زي ما شايفين ظهر معاي الصورة اللي نتيجة render الانتظر عندي ظهرت معنا واخذت تقريبا اقل من دقيقة يعني الصفر بتاع الانتظار اخذت سواني كده والصور بتاعة الانتظار طوالي هنا ضغط الشيء كده نشوف بحاصة شوف زي ما شايفين دي النتيجة النتيجة كويسة خالصة الصراحة بلاحظ عمل لينا شوارع حمل لينا تجار عمل لينا ضعفة اربعات ضعفة اشخاص اشتار في الاصط تحكم فيه والشمس واتحكم في درية اه كلها كلها مطبوطة طيب هنشوف الفارق طبعا ده كان كده شايفين هنا الفارق كده كيف كده كده طيب هنضغط هنا اشحب نشوف الفارق شايفين هنا كان كيف بانك كده كان كيف بانك كده طيب الفكرة بتاعة الفيديوهات بتاعة الزكاة الصناعية عموما انه انا قاعد نزلها الغرض منه انه ندبها الناس على التغيير السريع الحاصل في عالم التكنولوجيا المستخدمة في مجال التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشاريع الهندسية فعشان نذكر الناس انه انا تواكب التغيير الحاصل لا تسمي احنا نواكب اول باول ولو ما واكبنا التغيير الحاصل او التغيير اللي بيحصل ديه هنلقي روحنا اننا اصبحنا في الخلق وبدو بقى لنا مواطع صعب جدا اننا نرجع تاني ونرحق الناس بتقول حسيا انت لو ما جريت انت لو ما جريت في الفترة الحالية ذيه انت لو جريتش في الفترة الحالية يا دوب تفضل في مكانك فنحاولين نشنو نواكب الجديد في عالم التغيير الحاجة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة